هكذا كانت الأياد العاملة هنا في مدينة الحديدة تمارس مهنة الحياة قبل سيطرة الحوثيين على البلاد ثم غدت مرمية على أرصفة البطالة هم الذين ضروا الناس وضروا البلاد وضروا العباد واجعلوا البلاد لا أمل لا استقرار لا أي شيء وقفوا المعيشة على الناس يا الله الواحد يدوروا أمل تلأيام آخرون لجأوا لأعمال بديلة فيما اضطر هؤلاء لممارسة مهنة النجارة بطرق تقليدية بعد أن أخرص الرصاص الميليشية صوت مكائن الكهرباء الله البطالة ذاك المالة وتزيد والشعب آني بشدة المعانا وكل معانا حتى بسبب الحصار وسبب حتى المعيشة التي حانا فيها البيس حكاها أصبعا ما لا لا كيمة ولا لا تمن قوارب التنزه أيضا صارت رهينة البطالة وحركة الأسواق أصبحت متعبة فيما الطلاب في قاعات الدراسة يجهلون القادم البعيد خلفت ميليشيا الحوثي والمخلوع مزيدا من ضحايا الفقر وصادرت أحلاما بسيطة في مدينة أغلب سكانها يرزحون تحت خط الفقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر